أحبائي أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سبب وجودي مبسطين النهاردة أنه نيجي مع بعض ونتكلم في موضوع كون صاحب قلب كبير وكوني صاحبة قلب كبير الموضوع ده حتى لو إحنا مش يعني العنوان بتاعه شوية مختلف لكن هنحس إزاي أنه موضوع مهم في حياتنا أحبائي نفسي أقول لكم أنه بنعدي في مواقف كتير وبنلاقي نفسنا من يوم ليوم بنتعامل فيها مع ناس نحس إنه إحنا عايزين نبقى حزارة من ناس معينين أو عايزين نبعد عن ناس معينين ونبتدي نقفل من ناحية ناس معينين مش عايزينهم لنا يتدخلوا في حياتنا ولا إحنا نتدخل في حياتهم وعايزين زي ما بنقول نبني أسوار حوالي نفسنا وفي مواقف تانية بتخلينا نطرح الثقة في بعض الناس وده كل الحاجات دي بتخلينا نوصل لفكرة سلبية وهي إن إحنا نبتدي نحط الناس في أشكال معينة وفي صور معينة وتخلينا فعلا محدودين بالصورة اللي إحنا كوناها عن فلان أو فلانة والمنظر اللي إحنا دايماً بيجي في ذهننا عن فلان وده بيخلي علاقاتنا تبقى محدودة جداً أحبائي النهاردة هنتكلم إزاي أنا أكون صاحب قلب كبير أو صاحبة قلب كبير إزاي قلبي يوسع؟ إزاي قلبي يتسع؟ وهل ده مهم؟ مهم في حياتنا الروحية ولا لأ؟ وإيه أهمية الموضوع ده في حياتنا الروحية؟ لكن قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول إنه في حاجات كتير بتخلينا أو زي ما بيقولوا threaten us أو بتهددنا بتخلينا نقفل ناحية ناس معينين وقد تكون نتيجة أسباب معينة أول حاجة منها ممكن يكون إنه حد أخطأ إلي أو تبلع علي أو زمني أو قال كلمة في ظهري أو whatever فخلاني أنا مش عايز أتعامل معه تاني أو نقطة تانية إنه يكون مثلا فلان أو فلانة ده عندهم حب الظهور وكبرياء وكده وأنا برضو ما بحبش أتعامل مع النوعية دي من الناس أو مثلا أكون أنا عندي صغر نفس فبيخليني دايما حاسس نفسي إن أنا صغير ومش عارف أتعامل مع الناس دي فأحسن أبعد عنها أو ممكن يكون نتيجة إنه بحس إنه فلان ده متفوق عني في أمره معين فبيحسسني إن أنا أقل منه فأحسن برضو إنه ما أختلتش بيه وصور حاجات كتير لكن فيه كمان حاجة تانية ممكن تخلينا إن إحنا بنفكر بنفس الطريقة لو فلان ده يعني متفوق عندي عني لو فلان ده عنده وأنا مش عندي لو فلان دي عندها وأنا لأ فدايما بنحس إن إحنا إيه نبعد أحسن أو يعني نقفل على نفسنا أحسن فيه حاجة تانية ممكن توصلنا برضو للأمر ده هو إنه يعني بحاول إنه أعمل حاجة تلفت النظر بتاعت الناس فتخلي ولو ما حصلش إنها لفتت نظر الناس فيبقى أبعد عن الناس دي أحب أشياء كتير جدا بنعدي فيها بتخلينا نوصل للدرجة إن أنا مش عايز أتعامل مع ناس معينة أو إني أقفل من ناحيتهم وأحدهم جوايا هل هو ده الحاجة اللي المفروض إحنا يعني نبقى بنتصرف فيها صحة ونمشي فيها أنا عايز أقول لكم إنه مش ده الأمر الصح لأنه يمكن فيه ناس بيحاولوا يحطوك داون ممكن فيه ناس بيحاولوا ينزلونا لتحت لكن إزاي أنا أتعامل مع الناس دي وإزاي ما أخليهمش يبقى لهم تأثير سلبي على نفسي يعني ممكن فعلا حد يكون بيغير مني لإني مثلا متفوق عنه في حاجة أو لإني عندي بيزنس لإني عندي بيت واتفر الأسباب اللي الناس بتبص بيها على بعض فيبتدي يحط تاك داون ودايما يحب ينزلك لتحت أو أول ما تحقق أنت نجاح معين فيقولك إيه اللي أنت عملته ده وما يشكرش أو doesn't appreciate النجاح اللي أنت بتعمله فتحس أنه دايما الإنسان ده كل ما بقرب منه بيحاول ينزلني لتحت فأنا مش عايز أقرب منه أحباقي المفروض فعلا أن أنت يعني تختار الناس اللي تبقى حوالينا نختار الناس اللي بيشجعونا الناس اللي بيفهمونا الناس اللي بيزقونا لقدام الناس اللي بيتكلموا إيجابي نحية أحلامنا ونحية أهدفنا الناس اللي دايما بيرفعونا للمستوى اللي بعد كده لكن مش معنته أن احنا يعني نتصرف بقلة حكمة وبقلة محبة مع الناس التانية وهنشوف أمثاله في الكتاب المؤدس لأنه الموضوع ده عملية جدا وليه تأثير مهم جدا في إزاي إحنا نوصل للي على قلب ربنا لينا إزاي اتجاه قلبنا وتصرفاتنا في الإمور اللي زي دي بتحدد كتير قوي إزاي إحنا نوصل للي على قلب ربنا ونحققه من حياتنا عشان كده يا أحبائي نفسي أقول لكم أنه كل الناس اللي فعلا لبت الدعوة الإلهية الناس اللي فعلا تجاوبوا مع صوت الله في حياتهم وعملوا خدمة أو عملوا هالشيء لالله أو وصلوا للهدف اللي ربنا عايزوا من حياتهم ما سمحوش للناس اللي حاولت تنزلهم لتحت أنه يأثروا عليهم أو أنه ياخدوا المكان جواهم اللي يخليهم فعلا دايما في التحت يعني فعشان كده نفسي النهاردة هنتكلم أكتر عن إزاي نقدر نتفاهم ونقدر نستوعب الناس دي إزاي نحبها لكن ما ندخلهاش في حياتنا نحبها بس مش لازم يبقوا هما الـ close circle زي ما بنقول أو المجموعة القريبة مني اللي بيتكلموا لحياتي الناس اللي أنا بديهم وداني وأسمع ليهم لأن دول لو حد ممكن حتى يكونوا ناس كويسين ممكن يكونوا ناس مش قصدهم وحش أن هما يحطوك لتحت لكن ما عندهمش طموح ما عندهمش إيمان ما عندهمش أهداف لحياتهم فمش شايفين حاجة أبعد من اللي هما وصلن لها فتلاقيهم دايما كلامهم معاك برضو أنت تبقى ربنا مكلمك في حاجة أو عايز توصل لأمر معين يا عم لا ينبغي أن ترتقي فوق ما ترتقي أنت شايف نفسك مين أنت هتروح فين أنت هتغبط في حطة سد أنت الكلام السلبي اللي دايما الناس تقولوا لما تشارك معاهم عشان كده نتعلم إزاي نختار أن احنا نحاوط نفسنا بالناس اللي دايما يزقونا لقدام الناس اللي بيشجعونا في طريق الله الناس اللي بيقربونا من ربنا أكتر ومن هدفه وخطته لحياتنا أحبه عشان كده نشوف يوسف في الموضوع ده في تكوين 37 يقول كده فحسدوا إخوته وأما أبوه فحفظه الأمر إخوات يوسف أقرب ناس ليه حسدوه إذا إخوات يوسف حسدوه يبقى أنت توقع ناس كتير ممكن تغير منك وعشان كده يعني يوسف رغم أنه إخواته حسدوه ورغم أنه أساؤم وعملته لكن نشوف إزاي يوسف كان صاحب قلب كبير إزاي قابل هزا التصرفات من إخواته بقلب كبير فتح لهم قلبه وأحبهم وأواهم في وقت الجوع ما رفضهمش ما سبهمش أنتوا عملتوا فيا ما ردش الشر بشر لكن كان صاحب قلب كبير قلبه متسامح قلبه محب لكن ما خلاش إخواته وغيرت إخواته منه هي اللي تحدد هو هيروح فين وده اللي أنا نفسي أوصله لك النهاردة أنه أنت ربنا عاوز ياخدك في حتة معينة وعاوز يوصلك لأمر معين والهدف معين خليك ماشي وراء ما تديش ودانك للأصوات السلبية وهنتكلم بعد شوية في الحلقة إزاي داود اتعامل مع أصوات كتيرة اتقابلته في السكة لكن ما سمحش أنها تأثر عليه أحبائي فقلنا أن يوسف كان صاحب قلب كبير كمان النهاردة عايز أقولك أنه أصحاب القلب كبير دايما ما بيخلوش كلام الناس يدخل لجوه يعني من قبل ما بيدخل بيبقى فيه زي مصفة بتخلينا أنا الكلام دا مش لازم أقبله ممكن أكون نايس ولذيذ معاك وأرد يعني أشكرك لكن مش لازم أدخله جوايا وأصدقه وأخليه ياخد جزء من حياتي أحبائي يا عبيس رغم أنه كانت أمه مسمية يا عبيس يعني أنت ابن الحزن لكن ما خلاش هذا يقف عائق في سكته أنه يوصل للقلب ربنا ليه وقال له كده ليتك تباركني وتوسع تخومي أحبائي النهاردة لو عايزين ربنا يوسع تخومنا لازم نوسع قلبنا لازم نوسع أرواحنا والله بيساعد بيسمح أن احنا نعدي في ظروف علشان توسعنا بيسمح أن احنا فعلا نحتكب ناس نتعلم من تصرفاتنا معاهم واحتكاكنا بيهم إزاي نتسع وإزاي ننمو عشان الله يقدر يتسع في حياتنا في متى 5.44 يقول كده أما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعينيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسقون إليكم ويتردونكم أحبائي مش عايزين نكون جوانا روح إيدانا لأن روح الإيدانا لما بتتكون جوانا بتعمل روح استفادية بتخلينا تسيطر علينا تخلينا نقفل على روحنا ونقفل الباب وحتى الله نفسه يبقى مش قادر يتعامل معنا فخلي بالك وخلي بالك قوي من روح الإيدانا إن هي ما تسيطرش عليك وعليك فلان مش ماشي معاك في نفس الخط باركوا وسيبوا وبركيها وخلاص لكن مش لازم أن أحطه في روح إيدانا معينة وأشطب عليه زي ما بنقول باللغة بتاعتنا الدرجة طيب أحبائي فيه كمان آية نفسي أقراها معاكم بتقول أطلب إليكم أنا الأسير أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع وهو داعة بتقول أنا محتملين بعدكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وهدنية الروح برباط السلام جسد واحد روح واحد كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد نشوف من الكلام ده كله إزاي الله عايزنا نتصرف مع بعض وإزاي في عدد خمستاشر ينزل في نفس الكلام بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى زاكا الذي هو الرأس المسيح فعايز أقول لكم أنه يعني خلي دايما المحبة هي الملي قلبك ما تاخدش بغضة ما تاخدش كراهية لكن في نفس الوقت تخليك حكيم إزاي تتعامل مع الناس دي هندخل بسرعة على داود لأنه داود بالنسبالي كان واحد من أكبر الشخصيات اللي بعتز بيها في كتاب المؤدس وكان فعلاً ربنا بيبصله على أنه واحد صاحب قلب كبير وعشان كده الله قدر يقتمنه عليك كتير في حباه سمويل الأولى 16 يقول كده فقال الرب لسمويل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفدته عن أن يملك على إسرائيل املأ قرنك دهناً وتعالى أرسلك إلى يسة قلبة لحمي لأني قد رأيت لي في بيته ملكاً بعدين يقول يكمل كلام ويقول فقال الرب لسمويل لا تنظر إلى منظره وتلقمته وأنا قد رفدته وبعدين يكمل تاني كلام لغاية عدد 11 نقرأ مع بعض فبيقول وقال سمويل ليسة هل كملوا الغلمان؟ فقال بقى بعد الصغير وهوزه يرعى الغنم فقال سمويل ليسة ارسل وأأتي به لأننا لا نجلس حتى يأتي لهنا فأرسل وأتى به وبعدين يقول كده فقال الربكم وامسحوا لأنه هذا هو فأخذ سمويل قرن الدهن ومسحوا في وسط إخوته وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فساعدا ثم قام سمويل وذهب إلى الراما نشوف هنا يا أحبائي أنه رغم أن داود كان بالنسبة لبابا آخر واحد آخر option زي ما بنقول الاختيار الأخير لما جاء سمويل وعاوز يمسح حد من ولاده عد قدامه الكبير الطويل القامة لكن الرب قال له أنا مش ببص على الإنسان بيشوفه أنا ببص على القلب حبائي عايز أقولك كده بالضبط النهاردة الرب شايفك وشايفك وشايف قلبك وشايف قلبك ومش فارق معاه الناس شايفه إيه الرب النهاردة لما اختارك ولا اختارك لعمل معين مش اختارك ولا اختارك بناء على شكلك ولا على مظهرك لا دا زي ما بنقول بيضع سره في أصغر خلقه حبائي الله بينظر إلى القلب وعايزين احنا كمان نتعلم أنه ما نخليش المنظر الخارجي والشكل اللي من برة هو اللي يحدد نظرتنا في عدد 18 يقوله كده لأني قد رأيت في بيته ملك وبعدين نشوف بعد ما مسحه على طول بعد ما تمسح على طول يجي بعد كده نشوف الوضع اختلف مع داود فيجي العبد بتاع شاول يوصفه نشوفه بيوصف ازاي داود فيقوله فيقوله قاله كده قاله يحسن الدرب وهو جبار بأس ورجل حرب فصيح ورجل جميل والرب معه شوفوا الفرق ما بين ازاي اخوات وابو داود كان شايفينه وازاي اللي برة شافوا بعد ما مسحة الرب جات على داود احباء النهاردة عايز اقولك لو يسوع النهاردة كب زيته عليك ولو النهاردة الرب مسحك ما تبصش لنفسك على انك انت صغير داود كان عنده كل الحق انه يشوف نفسه انه قليل انه اخر اوبشن وهو ما بينفعش غير لانه يرعى الغنم لكن هو ما سمحش انه دا هو اللي يحدد موقفه وده كان جاي نتيجة العلاقة اللي بينه وبين اله في الحقل لما كان بيطلع ويرعى الغنم كان فيه سر بينه وبين اله كان فيه حاجة ما كانش حد عارفها بينه وبين الرب كان ابوه واخواته مش شايفانها لكن كان هو عارفها بس عشان كده لما جاي واتمسح كان ماشي بتواضع لكن في نفس الوقت كان عارف ازاي مسحة الله عليه ازاي الله مختاره ازاي ازاي هو يشكل هدف في ملكوت الله احبائي نفسي بسرعة امشي معاكم فخمس اصوات كان داود لازم يتقابل معاها ويتغلب عليهم اول صوت كان صوت المحدودية وده كان في سمويل الاول 17 نقراه في عدد 28 لما انا مش هقراه معاكم يا ريت انتو تقرؤوه لما نزل للحرب وجيه اخوه قال له ايه اللي جابك انت سبت الغنمات القليلين في البرية المين انت يا داود ما تنفعش غير انك ترعى شوية غنمات صغيرين ايه اللي جابك واكتر من كده قال له انا علمت كبرياءك وشر قلبك انت نزلت عشان تشوف الحرب يعني اخوه قبله مقابلة مش لذيذة خالص رغم انه كان واخد له اكل واخد له مونة لكن قال له حطوا في مكان صغير حدوا انت مين انت انت جاي شايف نفسك ايه ايه اللي جايبك للحرب انت صغير انت تقعد مع الغنمات الصغيرين لكن هل داود سمع للصوت ده وتجاوب معه ازاي داود لفه تدور وكمل ماشي ما مداش للصوت ده رانين جواه ما خلاش الصوت ده فعلا صوت المحدودية لابليس دايما بيحاول يرميه على اولاد الرب انه يحدوا نفتكر لما جم حصل اتخاذ و جم ندهوا للتلاميذ فقالولهم ما تتكلموش بالاسم ده تاني نفتكر ان التلاميذ قالوا ايه دخلوا وصلوا وقالوا يا رب ادي عبيدك ان يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة يعني ما سمحوش للمحدودية قالوا لهم اتكلموا باي حاجة بس مش بالاسم ده حاولوا يحدوهم لكن هما ما سمحوش لصوت المحدودية دي انه هو ياخد مكان ومجرة جواهم ده كان اول صوت داود اتعمل معاه الصوت التاني كان صوت المدولة جاله شاول قالوا انت لو هتطلع الحرب تطلع بالزي بتاعي عشان لازم يبقى المجد يرجعلي باللبس بتاعي وبالصيف بتاعي وبالدرع بتاعي فلكن نشوف انه طرق الرب مختلفة واللي يمشي مع حد مش لازم يمشي مع التاني داود جرب لكن لا نفسه مش هتنفع معاه الرب عايز داود بشكله معين مش عايزه يبقى زي فلان مش عايز داود يبقى زي شاول مش عايزك ومش عايزك تبقى زي فلان انت ربنا عملك عملك يعني زي ما بنقول مستر بيس عملك انت عشان تكون انت مش عشان تكون حد تاني فالنهاردة ما تسمحش ان حد تاني يقولك لا معلش يعملها بالطريقة الفلانية انت هتبقى كويس بس لو عملتها بالشكل الفلاني احبائي خلينا نعي انه طرق الله مختلفة والطريقة اللي بيستخدم بيها فلان مش شرط تكون هي الطريقة اللي استخدمني بيها مش شرط هي الطريقة اللي استخدم بيها حد تاني كل واحد فينا الله عاوز يستخدمه بطريقة خاصة جدا وشخصية جدا ده كان الصوت التاني اللي تعامل معاه صوت المدولة نفتكر الصوت ده جاي برضو لموسى لما جاي فرعون وحاول يداول معاه وقال له اطلع انت اسيب بوراك واخد ده وما تاخدش ده فرد موسى قاله ولا ظلف مش هسيب اي حاجة ما تسمحش لصوت المدولة ده ان ياخد ودي معاك خليك حاسم في انك تتعامل مع هذا الصوت فشوفنا ازاي احباقي داود قدر يتعامل مع الاسوات المختلفة اللي وجهته كان اول صوت صوت المحدودية وتكلمنا عليه الصوت التاني صوت المدولة وتكلمنا عليه لسه فاضل ثلاث اصوات تانيين متهيق لي هنتكلم عليهم في الحلقة الجاية خليكم معانا تابعوا معانا الحلقة الجاية بس انا قبل ما نقفل الحلقة لان وقت الحلقة تقريبا خلص وانا نفسي اوصل معاكم الكلام كله والصورة كلها كاملة فخليكم معانا متابعين الحلقة الجاية لكن النهاردة الصوتين اللي انا اتكلمت فيهم اول صوت اللي تغلب عليه داود هو صوت المحدودية والصوت التاني صوت المدولة احباقي لو الكلام دا ليسا دا جواك او جواكي لو ابليس النهاردة بيحاول يحدك بيقولك انت مفكر نفسك مين او انت مفكر روحك ايه انت هتروح فين او هتعمل ايه زي ما عمل مع داود حاول يصغره حاول يحط من حوالي مكان انه ما يدلوش صورة انه يقدر بيها انه يحس انه ربنا ممكن يستخدمه لكن داود ما تجاوبش معاها ما اخدش في نفسه انه اه انا دا ما نفعش انا طول عمري وسط شوية الخرفان دي وصدقها ومشي بيه على اساسها احباقي مش لازم تصدق ومش لازم تصدقي اي كلام اتقلك في الماضي يمكن اتقلك صوت محدودية كتير انت بتحلم كبير قوي اكبر من شخصيتك اكبر من امكانياتك اكبر من تعليمك احباقي النهاردة انا بقولك يسوع عنده ليك كتير وما تصدقش صوت ابليس ليك ما تحاولش انه الكلام اللي بيحطه ابليس بيرميع عليك علشان ما يخليش كل اللي على قلب ربنا ليك انه يتم انه يكون لي صدق جواك الصوت التاني اللي هو صوت المدولة كمان دا صوت من ابليس بيحاول يشاور معاك اصل انت مش زي فلان فانت مش هتعرف تعمل الامر الفلاني اصل انت لو زي فلانة كان ممكن تعملي الشيء الفلاني احباقي النهاردة يسوع بيقولك انا عايز استخدمك وعايز استخدمك زي ما انت بالشكل اللي انت عليه بالطريقة اللي انا خلقتك بيها فعلشان كده صدق صدق كلام الله لحياتك يعمل زي داود انه انه ما اخدش هذه الاصوات حقيقية جواه لكن صدق وعود ربنا لحياة وصدق لان كان في علاقة بينه وبين الهو ادر ازاي يعرف انه يصدق وينتقي الكلام اللي يصدقه واللي يدخل جواه احباقي نفسي اصلي معاكم النهاردة الصوتين دول لو حد فيكم حاسس انه بيمر فيهم النهاردة الرب يتعامل فيها معاك يا رب انا بصلي النهاردة لكل شخص وكل شخصة بتشاهدني اشكرك لان على قلبك كتير لأولادك اشكرك يا رب لان على قلبك امور عظيمة ليهم يا رب بصلي كل صوت محدودية في حياتهم وكل صوت منورة وكل صوت بيحاول ينزلهم لتحته ما يكملوش سكتهم معاك في اسم الرب يسوع انا بصلي انها تخرس هذه الاصوات الان في اسم يسوع بناخد النهاردة سلطان على هذه الاصوات انها تتكتم وما تبقالهاش حس جواهم ويصدقوا بس كلامك يصدقوا بس وعودك يصدقوا بس يا رب اللي على قلبك لحياتهم يا رب انا بصلي ببارك اخواتي النهاردة في اسم يسوع ربنا يبارككم ونتقابل في حلقة جديدة نكمل فيها موضوعنا في برنامج سبب وجودي